المحنى فيما مضى من شرائح تتحدث عن فضل الدعوة وأهميتها إلى بعض الأهداف المرجوة من تعليم وتعلم هذا العلم علم أصول الدعوة والآن عزيزي الطالب أزيدك الأمر إضاحا أما عن أهداف دراسة علم الدعوة عندما قلنا إنها قسماني هدف عام أو أهداف عامة وأهداف خاصة أقول إن الأهداف العامة كثيرة متعددة أجملها فيما يلي أولا من الأهداف العامة تعريف الطالب ببعض المناهج الدعوية والفكرية المعاصرة ودراسة أهم القضايا المتعلقة بها إذ إن تعريف الطالب ببعض تلك المناهج وببعض القضايا المعاصرة إنما هو ربط للطالب بالواقع المعيش وتهيئته تهيئة مستقبلية مترابطة متطورة الواحدة تلو الأخرى حتى يعطى في النهاية داعية مؤسس ومعلم تعليم هذا الطالب يصبح داعية الغد ثانيا نعرف الطالب بموقف الإسلام من هذه المذاهب حتى يكون على دراية بنقاشها وعلى أهبة استعداد لمنازلتها عندما يكون مؤهلا لذلك من أهداف دراسة علم الدعوة أهداف العامة تقوية الحصانة الفكرية للطالب حتى لا ينخدع بكل الأفكار المطروحة من حوله كذلك ندرب الطالب ونحفزه على المشاركة الإيجابية في الحوار والمناقشة حيث نحول الطالب من مادة جامدة حافظة لما تقرأ فقط إلى مادة أو إلى درجة من الدرجات التي نستطيع أن نصفها بدرجة التفاعل مع الدعوة حسب ما تقتضي ظروفها أيضا من أهداف دراسة علم الدعوة الأهداف الخاصة وهي في واقع أمرها كثيرة منها أنها تمكن الطالب من الوقوف على المناهج الدعوية وتوظيفها لخدمة الدعوة إذ إن لكل مرحلة مناهجها ولكل واد من أودية الدعوة المناهج التي تناسبه ولابد من إيقاف الطالب عليها كذلك لابد أن نعرف الطالب على الأسليب والوسائل الشرعية للدعوة إذ إنها أدوات كلها لابد من أن يلم بها الطالب إلماما كاملا حتى يكون قادرا على أداء الدعوة على الوجه الصحيح كذلك من الأهداف الخاصة أنها تمكن الطالب من تأصيل فقه أولويات الدعوة حيث إن الطالب عندما يكون دارسا دراسة واعية يصبح شخصية متمرسة يستطيع أن يقدم الأولويات في مقام الدعوة إذ إن لكل مقام مقال ولكل مرحلة ما تحتاج إليه كذلك من أهم أهداف الدعوة الوقوف على المشكلات والعقبات التي تعوق الدعوة وكيفية علاجها إن هذه النقطة بالذات لهي حرية بأن يقف عليها الطالب إننا نستطيع أن نقول إنها بمثابة النتيجة التي نقدم لها تلك المقدمات إننا نبني الطالب من حيث بيان تلك المناهج والأسليب والوسائل حتى يكون مؤهلا لصياغة الدعوة ومواجهة مشكلاتها التي نحتاج إلى داعية متمرس لحلها كذلك من أهداف دراسة علم الدعوة الأهداف الخاصة وضع بعض الخطط التي يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي إذ إن المقرر الدراسي هو الأداة التي تخلق لدى الباحث والداعية على حد سواء عقلية متمرسة في أداء الدعوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر